السلام عليكم ومرحبا بكم مع قناة حلويات لوليتا ضمن سلسلة تحضيرات لشهر رمضان الكريم اليوم جبت لكم خبز الباي أو خبز تونس هذه الوصفة توالم السهرات الرمضانية خبز الباي هذا على طريقتي وبمقادير مضبوطة تبعوا معي المقادير وطريقة التحضير وأول حاجة نبدو بيها هي الشربات في طاوة حطيت كاس ونصف سكر نضيف عليها كلت كيسان ما لما يكون عادي نزيد عليهم طرنش ليمون أو القارز نحطوها فوق نار تكون متوسطة وبعد الغاليان نحسبو ربع ساعة ونطفو عليها نخلوها تبرد على جهه والآن نمر العجينة خبز الباي أو خبز تونس هنا في إناء وضعت ربع حبات بيت على درجة حرارة المطبخ ضفت ليهم سكر فانيليا وضفت مبشور ليمون نضيف كأس زيت نضيف كأس كوكاو مقلي ومرحي نضيف كأس خبز يعبز مرحي نضيف نصف كأس جوز الهند أو نواد كوكو نضيف عشر قرامات خميرة كيميائية أو خميرة الحلويات نخلط المكونات جيدا في هذا الوصفة نحط المكونات ضربة وحدة غير هنا يعني ننسيت السكر سحضركم نزيد نصف كأس سكر ونتوا ما حطوا المكونات ضربة وحدة ومبعد نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف نحركم ليح أنا بعد ما حرقت هذه المكونات ضفت نصف كأس سكر وهنا السكر يكون عادي ونحركم ليح مع المكونات الأخرى تنحسه بهداب وهذا الوصفة سهلة جدا مقادير بسيطة يمتناول جميع والنتيجة مضمونة 100% هذا الوصفة في بلاست الشامية أو في بلاست قلب اللوز جيبنينة بزيف وجي ناجحة 100% أنا حيت تدرب اليدوي استعملت هذا الملعقة ونخلطه مليح المكونات حتى نحسه بهداب جانست مع بعض مليح وهذا هو القاوة متاعه الجي ناسفا كما روك تلاحظه كيمة الشامية قاوة متاعها تقريبا كيمة الشامية ونحن بعد ما خلطت المكونات مليح نجيب مول اللي هو طول تاعة 30 سنتيمتر والعرض متاعه 25 سنتيمتر نفرغ هذيك المكونات كاملة في الصينية ونسجد لاجينة مليح نسويها مليح بش تكون لها مستوى واحد وأنا نكون مسخنين الفرن على درجة 180 نسجد لها الوجهن تاعة مليح نجيب ملعقة تاعة أكل نسجد بها الوجه بش يجينة مساوي نحطها في الفرن نحمرها من الأسفل ونزيد نحمرها من فوق وهي سخونة نخرجها ونفرغ عليها هذه الشاربات اللي تكون بردت من قبل نشربها ملاح نشربها بالتدريج شوفوا كيف رأي تشرب هذا دليل على أن الوصفة ناجحة نكمل كامل هذه الكمية نتعى الشاربات وهنا المقادير اللي بغا تتكبر الصينية تضاعف للمقادير نخليها بجيه تبرد بعد ما بردت نخلوها على الأقل خمس ساعات أولا نخلوها تبات باش نقدموها هنا راني نضيفها قليل من موربة المشماش باش تعطينا لمعة من فوق نقطعه ل خبز الباين تعنا أو خبز تونس نكون القطع متساويين نضيف بعض التزيين هادو غير حبة كوكاو اللي عندها اللوز تحط اللوز واللي ما عندهاش ما عليش تقدمها هاكا هي المهم النتيجة نتاعها روعة جيبنينا بزاف وجي معسلة وجي مرملة هادو كنقطع عليكم قطعها شوفوا كيف خرجت مرملة ومعسلة للقلب هادو الشكل نهائي تاع خبز البيت تاعنا تاع اليوم او خبز تونس شوفوا كيف خرجت مرملة وخرجت خفيفة بزاف وبنينا بزاف نتمنى تجربوا هالوصفة ودعجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتضغط على اللايك وتضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد ان شاء الله وسلام